ابوه كان ميخال و كانوا يعيروا يدراني صغر صحابه بأنه ابوه زبال و ولد زبال و ولد ميخال ولكن ما كانواش عارفين بللي هادك سيد اللي كانوا يعيروا و يقولوا له ولد زبال ولا سيد عنده أكبر شركة ديال تدوير النفايات في العالم هاد الحلقة قبل ما تفرجوا فيها بغيتكم تبارت وجوهها معامن مع وليداتكم إياه والكدابة إلا عندك نمرة الواتساب دياله بغتاجيها معاه و قوله يدخل يتفرج ضروري لكي لا يحقر شيء واحد و لا يتحقر لذلك الحلقات الأخرى نساوهم و هذه الحلقة ضروري تبارتجيها مع وليداتكم و ضروري تبارتجيها مع أخوتكم مرحبا بكم في القصة دياله في الحياني السيد اللي كانت يمخل مع ابوه أو السيد مليونير بسبب الشركة دياله تدوير النفايات ولكن قبل ما بدأ الحلقة ديالنا بغيت نبدأ مع رأسي واحد تحدي كل تلتي ايام بغي نحط فيديو ولكن الى وصلت هذه الحلقة في مدة تلتي ايام لخمسطاش لايك سوف نحط كل تلتي ايام فيديو و انا اتعق فيكم انكم تصلوا هذه الحلقة للخمسطاش لايك في يومين على بركة الله نوفي الحياني تولد في 1980 و بالطبط في كازا في سيدي مومن في واحد الكاريان كانت امه كانت عنده واحد الكروسة الخضراء يبيع فيها و يشري و ينهار يأكلوا الليل الام دياله كانت تربت بيته نوفي هو الوحيد في المغرب الذي يقول يا ربي ما تحشتها حيث نهار كتحشتها يتعذبوا مكين عش كتولي البيت دياله دياله بحل شي ضاية عامرة بالماء والسيد مكين عش و نهار كتحليهم شتاف الكاريان كتولي عندهم كاريتها ابوها مسكين كان يمشي يبيع الخضراء و يجيب الاماتي السارة و يأكلوا رغم انهم كانوا فقراء بزاف كان الاب ديالهم يعطيهم المودة خصوصا النوفل و الأم دياله يحس براسه أنه فوسط عائلة حتى الوحد النهار ووقف عليه القائد و نقدموا المرود و الدولة الكروسة في هالخضراء و حتى الميزان و رأس المعنى سيد شتفراسه و امشى للدار و قالها لمرتو مرتو قلت له شوف غدا الصباح غمشي آنوية و نوفل و ننقفو عليهم و قوله ماني هزة عائلة و بكي عليهم شوية ولكن رغد يعطي الكروسة جا الصباح ابوها شد نوفل و مرتو و امشى للبلادية و يقفو عليه و وقفو عليه و امسكين بدأ يلغبوه و يقول له أنه مولا ولدات و نوفل يشوف المنظر و هو مازال صغير و يشوف ابوه يتهان و يتسب القائد يعرفه و حتى المرود يقول له سير في حالاتك هنا شد نوفل و شد مرتو و ارجعوا الكاريان دخلوا للدار و السيد غين فقوس و يفكر و حتى نوفل يشوف ذاك المشهة و هو صغير و مقد يدير واله حتى فكر ابوه يمشي لذلك المنطقة اللي فيها الزبل و سيبقى يمخل فيها تماية و يقلب عن النحاس و الحديد و يبيعوا كل الزاتولية اللي كان يتمها و هذا الشيلي دار بدأ يمشي يمخل و يلقى نحاس و الحديد و يبيعوا الليزاتولية و في نفس الوقت يأتي للدار حتى كبر نوفل و وصل للمرحلة المراهقة و هناك الكوليج مقابل مع ذلك الزبالة اللي يمخلوا فيها الناس و هنا و الذي يشوف باه يمخل في الزبل و قد شادر معه و كذلك باه يشوفه من البعيد و يقول لا يمشي لديه سيضحق عليه و باه يقول مسكين لا يمشي لديه لحقه لا يمشي لديه سيضحق عليه لكن سيضحق عليه صاحبه و عارفين أنه هذا هو باه و نوفل باه هو المخال الذي يبديك الزبالة و بدأت عيرو به و في نفس الوقت أولاد الأمور غيغدة و كانت تعكر نوفل لم يبقى راضي باه و يدخل القسم يبقى عيروه بولد المخالي والد السعاي والد الزبال و الأمور غيغدة و كانت تدهور في النفسية دي النوفل بحكم أنه يبقى عيروه بزاف و هو في واحد المرحلة التي صعبة في حياته هي مرحلة المرهقة يبقى يصبر يصبر حتى السيد أو انطوائي لا يبقى اجتماعي لا يبقى يدخل مع الناس لا يبقى يصبعه لكي يجاوب على الأسئلة لا يبقى يدخل السيد و يخاف و يزيد عليها الحويج الذي يلبس نوفل لا يبقى يدخل دائما يجيب حويج مرقعين لكن صاحبه لديهم حويج مرقعين و لابسين جيدا حتى الوحد النهار سيمرض بسياتك بقوة تلك البرودة التي تخشف الشتاء والشمش و في الحرارة دائما تضربوا الشتاء المهم مرد و ما تضرقنا لأنه في المسكين يرى بها مريضة و لا تحرك و يزيد عليها لديهم صروف الدار أو الناس يعطونهم باركة أو المحسنين أو السيد سوف يتدور في الأمور النصية حتى الوحد النهار سوف يقبع و هنا سوف يقول هو المسكين الذي يقلب لكي يدير شيئا للدار و لا يمكن أن يذهب من المدراسة للدار أو من المدراسة الزبالة و من الزبالة للدار لكي يبيع النحاس و كي يوكل الوالدة الأمور سوف يبدأ الطريقة سوف يذهب الزبالة يقلب عن النحاس و الحديد و يبيعهم لصحابه و زيد عليها لأمها ترى هذا المنظر و السيدة لديه 5 يام و قربة البكالورية و تفكر رغم أن الإنسان لم يأمرها مخرجة المنظر و تزيد عليها السيدة أمية و قالت أنا خستين خرج أنا دوري هو الربي و قالت سوف نقلب على خدمة و تلقيت خدمة في الميناج في الفيلا و تلقيت عند نوفل و بدأت تقول له هذا الصغط من هذا النهار لا ترى أن ترى لكي ترى أنت و دورك لكي ترى القرية و لديك الباك و بدأت تقنعها نوفل و تقول له هذا الصغط هذا الرضا سيدة تقنعها مع القرية و الأم ترى أن تضرب ثمارة و دائما النوفل يرى المنظر و تضرب ثمارة و يقول مع رأسه أنا خستني أميرة إن شاء الله نوفل و تضربها و تضربها و تضربها و تضربها و تدفع البوليس و تضربها و تضربها و تضربها و هنا أشعر أنه تحطم و بدأت تدريس و يقولوا إذا تذهب و تقلب على خدمة و تدفع الله و على الأقل تقلب على خدمة و أنت تقرأ في الله و لا تضيع ذلك الذي تحلم به أنك تخرج إنسان قاري و وعي و ذلك يبدأ يقلب على خدمة و في نفس الوقت يتخشى معهم في القاعة المصرح التي هناك في الجامعة و يبقى يشوفهم يدون المصرح و يتخشى معهم و وهو القاعدة و هنا أو السيد سوق عنه مبقى لا يقول لهم أنا متأك tranquila أو يقول لهم أنا متأكد في الكريان و القاعدة و يبقى يكثير لهم على الماضي بمعنى مبقى أو ماذا أو ماذا أو الخطأ أو اتقل حتى لوحد منذ و شكرا كانت مخرجة و معروفة و قلت لهم أننا لشاركوا في مهرجان الوطني للمصرح الجامعي واذا ربحنا فيه سنذهب للمهراجين الدولي الذين كانوا في المانيا وذلك الشيء الذي كان يبدوا أن يوجدوا المهرجان الوطني دي الجامعات وبدوا كل نهار يدود ويوجدوا مصرحية حتى يوقفوا مصرحية ومشوهوا للرباط لكي يعترضوا في المهرجان عرضوا للمسرحية ديالهم وقوراسهم هم الذين رابحون في المهرجان الوطني المصرح الجامعي وقال لهم بللي انتومة اللي هتبرزونتة والمغرب في المانيا بلدر يفرحوا وحتنوه في الفرح وقال باللي اخيرا سوف تطرح وقالت لهم بالدكتورة الجامعية باللي يخصكم توجدوا الباسبورات ديالكم باش القادر الفيزا وقال عند امو وقال عليها امو فرحات مسكينة سحبانوفل يمشي الالمانيا ويبقى تماما قال لله رغل مشيغل واحد المهرجان فيه 15 اليوم وحتى الفيزا اللي غادي ديرونا راه فيها 15 اليوم أعطيت امو الفلوس وقال قادر الباسبور دياله وقال عند الدكتورة وقدرت لهم الفيزا وقبل ما يمشي وبسي معنا بدرت معاهم جتي معه قلت له مشوفوا انا اللي غادي نضمنكم انا مشي واحد هرب في المانيا ولا احرق رأي انا اللي غادي تحمل المسئولية و انا اللي غادي تحطوني في واحد الاحراج خائب بمعناه مشينا كاملين رجعوا كاملين وكل شيء يعطي الكلمة ان التشي واحد ما يحرق وحتى واحد ما ينصخ القيمة ديال الجامعة في العالم وحتى في المغرب ودك الشيلي كان جات النهار جمح ويجاتو وبدك يسلم اعلمو امو كتشوفو وكتتعنقو وكتبكي نوفل كيشوف داك المنظر كقولها مالك يا الوليدة اراي خمستاش اليوم كتقول لأولدي غنتوحشك غنتوحشك بزاف والسيدة غي كتبكي اخي كتبكي نوفل هز الصاك ديالله وهز الباسبور ومشا قصد وبلاصة فين غادي يمشي اركبو ومشاو المطار ديال محمد الخميس ومشاو الالمانيا وصلوا الالمانيا ويدوهم لواحد المجمع ديال الطلابة سكنو تماما وفي نفس الوقت كينا القاحة المصرح تماما وفي نفس الوقت كينا الجامعة المهم كل شي متوفر وزيد عليها ان نوفل تفاجأ بالمانيا عجبته بزاف وكيشوف النادام وكيشوف الناس كيقدروا بنادم المهم عرضوا المصرحية ديالهم وجه النهار ديال الاختيتام باش لغدليه غادي يصافروا المغرب وسال الاختيتام ربحوا جوائز الجامعة ديالهم ومشاو باش ينعسو باش غده غادي فيقوي شدوا الطريق للمغرب ودك الشيلي كان مشانو في الدخول للشومبر وبدأ غيك يتقلب كي تفكر الماضي دياله وكي تفكر الموك اللي ما زال اليحد الآن كتضرب عليه تامارا وهو في عمره 22 عام السيد كي بكي كي يحس بالحقراء وكي يقول انا لرجعت المغرب شنو خلاولي والدية ما خلاولي والو ضنك خصني البقاء ولكن هو شنهرب اللا اعطيت الدكتورة الكلمة بمعنى انني لا هربت لاني ماشي راجل وقال سوف ندق على الدكتورة مع الطنج الليل ونفيقها كي نقول لها شنو كي ودك الشيلي كان مشال الشومبر ديالها وبدأ كي يدق كي يدق حتى حلات قال لها دكتورة انا ما بغيت نهرب ولكن بغيت نقول لك واحد الحاجة انا من الصغور ديالي كي يقولوا لي ود الميخاني انا حياتي كاملة وشتا كتقترف البيت فين كالنعس النموسية اللي كالنعس فيها نهارك التحشتا كي تقول لي بحل البونجة ديال الماء انا الوائدة ديالي من الصغور ديالي ويمسكينها كي تخدم عليها انا الوائدة ديالي مخلال لي والو من غير انني قسلي مشي نخدم على راسي انا ماشي كنقول لك شي باش تحني فيها الا باش تقدريني انا كنت سنن منك انتي تقول لي لي سير الله يسهل عليك وما بغيت نهرب باش نبان ما شير عجل بدت كتشوف فيه وكتقول له مع ديما نقول لك سير الله يسهل عليك وستهت الباب ومتخذت البيت سيد عز الشكارتو ووز الباسبور ديالي وبقى غادي مخبي ونقذ واحد الصور اذا فوق يقطع الشانطة هم غادي يقفو عليه البوليس انا عارق بانتالي كنت تتفرج فيها دابة ما زال ما ادرتي لايك حيث تكون صنطريتي مع القصة ونسي تراسك دي لايك واجنكمن القصة وقفو عليه البوليس وقال له ورنا الوراق اهلا نوفل الدم تلع له دراسه ويحس بالسخونة ويقفو عليه وقفو عليه من الوراق ويقفو عليه الباسبور ديالي ويقول صافي مشيت فيها هذا هو سير الدنيا للمغرب هو يقول للبوليسي باللانجلي بقى غين هارف ألمانيا كيف يدوزتي هذا الـ 15 اليوم واش عشبتك ألمانيا هو بقوة الخلعاء قال له اه وقال له مغدا ان شاء الله سنمشي وألمانيا رازوينها ودولها مزيانة وحتى الناس ديالها مزيانين أعطاه الباسبور وسلموا عليه ومشاوه وهنا نوفل القلب دياله اللي كانت يزدح ما بقى عشو التكالمة وقال خصني نقلب على بلاصة في النعس وزيد عليها ما ندير الشبوهات وهنا مشى الواحد ستاسيون ديال بيس وقلل استما بحكم ان الشقة تطح بزاف قال غدين تخبه هنا حتى توقف الشتاء لكن البرد اللي كان وهو كان مغطي بالجواكت نعس وفاق لقى الخمسة الصباح ولقى الناس حدا كي يساينو الطوبيس السيد لم يفهم مواله كل شيء يحضر بالألمانية وتوقض ومشى كي يقلب على شيء واحد ليعطيه شيء ماكله وهنا مشى عنده واحد القهوة وحطو له الفطار وبدأ كيفطر وكله وقال له مرة ما عندي وقال له الله يسهل عليك أبدأ السيد كي يتمشى كي يتمشى في ألمانيا وكيفكر شنو غايد يدير وبقى كي تمشى وكي يقلب على بلاصة فيني تخبه وينعس ولقى واحد العشا وتم قال سوف نقال الناس بحكم أنها خارجة للمدينة ولا يأتي لدي البوليس وزيد عليها أنا جديد دعني أن تتعرف على المدينة جيد وليس خارجة كي يمشى للك العشاكين وفي نفس الوقت يقلب على خدمة يمشى عند الناس يقولون لا ويقولون مرحبا ولكن يقولون أنت لا لديك الغراق رغطت الدنيا للحبس إلى خدمتك بقى الأمور سوف نقال بحلاكة حتى نفل واحد الناس يقلبون على الطوارد والذبال يقلبون على الحديد والنحاس من نفس الطريقة اللي كيهنا في المغرب يقومون بها حتى في ألمانيا وقال حبس هذا الشيء تقومون بها بمعنى سوف ندموتها في ألمانيا ومشا يقلب لما يتبع هذا الحديد ويجدون الكثير من الشركات الحديد والنيا يأخذون الحديد ويأخذون حتى النحاس وذلك ليس بشكل يقلب في الطوارد ويأهز النحاس ويضعه يبيع لشركة تدوير النفايات معروفة في ألمانيا وبدأ كل نهار يفق مع الخمسة الصباح ويجر معها الكروسة في السوبر ماركت ويعمرها بالحديد و بالنحاس ويظهر على الشركات تدوير حتى الواحد النهار يمشي لشركة وحدة بحكم أن الشركة معروفة وتخلص مزيان ويحط لهم سلعة ويمشي حتى الواحد النهار وقفوا عليه البوليس وقالوا له أعطينا لوراق السيد بدأ يخرج ويدخل في الهضراء وقالوا له شوف في المرة القادة يجد قد خربك في شيء سأعزوك ويجعلك بكريفه للمغرب وصيد بدأت عقدة فوق ما يرى سطافيت البوليس يجد تخلع ويحرب ويجد تخبه ويتعرف على تدوير النفايات إذا لم تكن لكم خدمة خدموني معكم أنا كنت أفهم فى الشيء خصوصا إذا كنت تفعله في النوار أنا معكم ودائما يقولها حتى الواحد النهار وقفت عليه سطافيت البوليس وقالوا له آخر نهار عندك هنا في ألمانيا إذا لم تذهب لن تخرب قليلاً و ترميز الزبل أخر مرة ألقاك لا سوف أحموك و هنا نوفل يشعر أن هذا الشيء لا يصبح يوكله و يبدأ أن يقلب على خدمة في الغيستوهوم و في أي بلاسة لكن لم يقبله و قال ضروري نخدم هذه الخدمة و نقلب على النحاس في الزبل و هنا جمع واحد الكونتيتي و مشى الشركة و هو يوقف هذا السيد الذي يعمل في الشركة و قال له سيمانا وأنا نقلب عليك رأي السيد الذي يعمل معنا لا يبقى و تريد أن تخدم معي نوفل فرح و قال الحمد لله أنني جيت و لم أسمحت فضل الخدمة بدأ معه و قال له شوف أنا سأخلصك بحالة أنك لديك الوراق بحالك بحال الناس الذين يعملون معنا هنا فضل الشركة و بدأ يخدم معهم و بشوية بشوية يترقع حتى ضمنه الشف دياله و مشاكله دار بالوراق دياله هو و السيد بدأ يسكن في دار نقية و في نفس الوقت يمشي للخدمة و يتخلص بحاله بحال الذي يزالهم و الخدامة اللي عندهم الوراق حتى الوحد النهار سيأتي عنده الشف و سيضعه عقد العمل فيه خمس سنين بمعنى الوراق دياله سيتقده و هذا الشيء الذي كان قد له الوراق دياله و الأمور بدأت تغادئ و كتي السر و عندما يصنع له و لا يصفت له الفلوس كل شهر حتى الوحد الليامات بنت واحد الابليكاسيون ديال الشاطف ألمانيا و الناس يدخلوا الشاطئ و يقلبوا على علاقات زوجية كل الإنسان الذي يقلب على الحبيبة دياله المستقبلية المهم هو كان يشاطي و دائما يشاطي مع ابنات ألمانيات ساكنين في نفس المدينة اللي يساكن فيها حتى الوحد النهار سيطلق مع واحد البنت و سيقول له نديره أنا و كافي و نقلصه و هذا الشيء الذي كان قلنا المهم إيف و نخرج من الخدمة سأقول لك فين سيكون و هذا الشيء الذي كان قلصه في القهوة و بدأوا يهضره و في نفس الوقت نوفيكي يتقاتل مع الألمانية باش يفهمها و تفهمه و تفهمه و هنا و لو تميلوا بعضياتهم و بحكم داروا رقصة تسولوا قلت له شنو تتدير في حياتك قال له أنا خدام في واحد الشركة و هي كذلك سولها و قال له شنو كتديري في حياتك قال له أنا كنقرأ صافي و نسو الموضوع و هدروا على العمر شوية بدأوا تتقربوا لبعضياتهم حتى دوزوا مدة ديال 15 اليوم و السيدة بدأت تتقرب له و هو كذلك تتقرب لها و فوق ما يهدر معها كي يحس براسه مرتاح السيدة بدأت تقوم بتسولوا وبعضي الخدماتك و هنا قال له أنا خدام في واحد الشركة بـ تدور النفايات قال له اسميت الشركة و أعطاه اسمية و قال له عرشي هذا شركة ديال من قال له ديال من قال له الشركة بـ الأب ديالي استيشفها و يقول لها و كتضحكي و لك كتضحكي بالمعقول قال له اه هذه الشركة ديال بابا وهاس نسميته و هذا الخدامة التي يعرس خدامي معه السيد بدأت يشوفها و تتصدم و قلت له في الليل سنطلقها بابا و سنقولها له سنقول له باللي رأى واحد السيد كنعرفه سأخدام عندك السيد تصدم وبدأ غيت يشوف أرجع للدار وقال غده سيجري وعليا من الخدمة السيدة مشاش عند باباها و قلت له باللي السيد اللي هو خدام عندك رهاش نسميته و هاش نسميته و انا و ياراف على قدي الحب هنا نوف الليل الكامل هو كي تقلب باللي الغلط اللي داره هو انه قال لها فين كي يخدم ومعام كي يخدم وهنا بالصباح غادي يجي و غادي يدخل الشريكاءuber و غادي يقول لهlerin كي يخدم المدير وهنا نوف الليل غادي يفهم كل شي غايفهم رله ان المدير غادي يجري عليه و غادي يقول له اش ذك الابنتي بدك العقليه المغريبيه الي عدنا احنا لكن المدير فاجئه و قال له.Fوقش تعرفتي ببنتي وهي بدتي قوله ههنا تقريب عليها و هفوقش قاله شوف ته الله فيها رأى عندي بنتي وحدة ته الله فيها ته الله فيها نوفل بدأ يرى هذا المنظر و يقول ماذا انا كنحلم ولا هذا الشيء بالصح و يقول مع رسو تخيلك و كنت في المغرب كون باها غير نقع عليها و غير نفخ لي عيني و غير يجري عليها منطار تقبل الموضوع و غيسل الخدمة صنع عليها و قال لها باللي رابك هضر معي و قال لي خصني انتهى الله فيك و بدأت كانت ضحك و هو كذلك يضحك و مشات الأمور ديالهم حتى قرروا يتزوجه و ذلك الشيء اللي كان تزوج بها لكن تفاجئ نوفل ان نباها ما عاونوا في شيء شيء لكن رقاها في الشركة و قالوا باللي ستقعوني في الشركة بحكم انك تتفهم في هذا الشيء و فاهم و قارئ لكن الحاجة الوحيدة اللي حرقته في راسه هو علاش ما عاونوش في العرس و ما عاونوش في الدار خرجوا كراو رغم انهم هما لابس عليهم و ذلك الشيء اللي كان و في نفس الوقت نوفل يعجبوا الحال انه سيسكن مع عمرته و زيد عليها كيصف التصاور ديال المدام دياله الأمو و مهللي في الأم دياله مزيان حتى اجمع واحد البراكة و قرر انه سيسير للمغرب هزمرته و امشى للمغرب و امشى عند امه و قال للوالدة ديالي سنقلبه على شيء ارض في سيدي مومن و اي ارض بنت لك شيري لها انا سنشرها و سنبنيها و امه بدتك تقلب على شيء ارض و قلت له بغيت هذه و بناها بطروازة طعش و ماذا ندار في الباب؟ هذا الدار ديال محمد الحياني اللي كان ميخالي و حتى قدام الباب و دوز ديال الخمسطاش اليوم ديال العطلة دياله و عود رجع للمانيا ولد بنية في المانيا و السيد غي غا ديو كي ترقى حتى الواحد النهار حتى الواحد النهار الاب ديال 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 القورية غادي جاي واحد الكخيز و غادي ديال الطبيب غادي دو السيمانة و غايتوفى وهنا المجلس الرئاسي ديال الشركة بدك يفكر شي واحد اللي عوض البرزيدون جنرال ديال الشركة و بدك يفكروا و يلقوا ان نوفل هو الحل الواحد بحكم انه نسيب دياله و زيد عليها ان ابنته هي الوريثة الشرعية بمعنى نوفل هو الحل الواحد و زيد عليها ان نوفل كفاءة و بدك يزيد تعاقدات و هنا نوفل بدك يفكر في الفروع اللي غادي دير في العالم بمعنى انه غايزيد فروع كبيرة وحده اخرى في فرنسا في اسبانيا في انجلاتيرا و غادي فكر انه يدخل المغرب و هنا نوفل عنده عقدة من هذي كافية اللى كانت في الدين مومن و لكن عندما رجع أقلتها منطقة الحي الصناعي و هنا قال دروري حيثني الى ارض هنا بكى ندير الفرع من الأداء و تدوير النفايات وفوصل الكميرسيال اللي مكلاب بشراء الأراضي و قال له بجعين منطقة ان تضبط في الحي الصناعي دين سيدي مومن و قال له اتضبط لي للأرض التي تكون تمسي و زد عليها تكون في الطريق و ذلك الشي اللي كانت تصويب الفرع اللي كان في الدين مومن بذ بسيدي مومن الافتتاح وصيد سيدي ومرته جميل معه مو و هناك حفلة الافتتاح و اخرجنا و منصة و تقلقوا بشكل الأرض التي في الشركة هنا كانت هناك من يخلبها و يقلب عن النحاس و الحديد و حتى أنا كنت أتحدث عن شيء مرة مرة لا يتحدث معه قلوهم اقول لكم هذا الشيء كنت تعرفون الماضي لي و تعرفوني انني واحد الانسان ركنت فقير و فقير بزاف أنا كنت أقول لكم هذا الشيء حيث تعرف بزاف الناس كان هناك و من خالة و من دخلوا الشركة و خدموا معنا انا سوف نتعلق بكم و سوف نحسبكم أخوتي و سوف نعود لألمانيا و بدأت تدير مشاريع كبار مثلا او لا يخرج من زبل الغاز الغاز البوطان و يبيعون الدولة الألمانية السيد او لا غير غادي و يبتاكر و في الرغم انه وصل وصل الواحد بالنبو عالي من البزنس لا نساش أخوتي المغاربة بدأ جمعية بحكم انه جمعاوي و بدأ كل شتى يصفت الحوايج الناس اللي كيين في جبال الأطلس و يزيد عليها كي عاول المدارس و اي حاجة كي قدع عليها كي يديرها هذه الحلقة عليك كتلكم باقطة جوة مع الدولي الصغار اولادكم 14 عام 15 عام حتى 16 عام حتى 18 عام لكي يعرفوا انه ليس عيب تكون فاقير العيب هو انك تبقى فاقع الوالدين ديلك القدر ديلك انهم يكونوا فقراء و لكن ما تنساش انهم ركي يديروا المستحيل من اجلك اراه الاب بعض المرات من يوكلك و يوكلك و الام كذلك و انا كاخ كبير عليك كان نصحك انك عمرك تقول باللي انا ما رديش بوالدية الا ارضى بوالدك كانوا فقاراء كانوا اي حاجة لان ارضى الوالدين مفتاح للجنة حتى الهنا تقضعت الحلقة دينا و ما تنساوش الوعد اللي وعدتكم باللي انني كل ثلث ايام غنحط فيديو و لكن انتوما قصتكم توصلوا هاد الحلقة لل 15 الاف لايك في مدة ديال ثلث ايام و اشقدوا تديروها في يومين لايك عنكم ان شاء الله افرازكم